أكدت وزارة الخارجية أنها تنسق وتتابع على مدار الساعة مع كافة أجهزة الدولة والسلطات السودانية والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصرياتنا في بورت سودان ووادي حلفة أوضاع الجالية المصرية وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك ونشدت الخارجية جميع المصريين المتواجدين في السودان بالتزام مناطق سكنهم وتجنب التواجد في مناطق التوتر والانفلات الأمنية مع تحالي بالهدوء والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع التمثيل الدبلوماسي والقنصري المصري في السودان وذلك لحين يرود الإرشادات الخاصة بعمليات الإجلاء